بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم بالله عزيزي الطلاب إن شاء الله الآن في الفيديو الاطماش سوف نشرح جزئية التكامل الخاصة بالوحدة الرابعة تكامل دالي رمز التكامل هذا ونريد تكامل دالي fx jlx hlx ht fw نضع هنا dw نضع هنا dt طبعا سوف يعطيني دالة التكامل fx أو ft بالإضافة إلى ثابت نضعه c يجب وضع الس الس هو عدد سابت عزيزي الطالب قبل البدء في الوحدة الرابعة يجب العودة إلى قوانين الاشتقاق لأن العملية معكوسة إذا أردت التأكد من أن التكامل صح أو غلط نشتق فنحصل على الدالي الأصلي إذن يجب حفظ قوانين الاشتقاق حتى نبدأ بالوحدة الرابعة نأتي إلى أول قانون من القوانين الخاصة بالتكامل وهو تكامل dx فقط dx أي هنا واحد ماذا سوف نفعل سوف نضرب الواحد بx نضيف المتغير x زائد c ماذا لو كان الآن الثابت هنا ثلاثة dx ما هو تكامل نقول ثلاثة x ونضيف سابت الآن عزيزي الطالب لو أحببت التأكد اشتق اشتق هذه ما مشتق الثلاثة x هو ثلاثة ما مشتق السي لا تحوي x ما مشتقها صفر إذن لاحظ على الطالب أن الدالة بعد اشتقاقها حصلنا على نفس المقدار المطلوب منه التكامل أيضا هنا سالب جزر السبعة نضيف له x فقط سالب جزر السبعة مضروب بx زائد c الآن لاحظ عزيزي الطالب هنا r هنا r ليس متغير والسبب أن المتغير قال لي dp أي أن r هنا مثلها مثل الثلاثة الأربعة العشرة إذن ناقص rp زائد c الآن المتغير هنا t ناقص جزر السبعة على 2t زائد c هنا المتغير z ناقص جزر السبعة على 2z plus c إذن الآن ممكن الآن أخذ مثال آخر مثلا تكامل الخمسة dw يساعد ماذا؟ الخمسة نضعه هنا ونضيف المتغير w زائد السابت ماذا لو كان لدينا سالب dk ماذا يساوي؟ السالب هنا هو سالب 1 نضع سالب ونضع k المتغير k زائد من زائد c نأتي الآن إلى القانون الثاني من التكامل ماذا لو كان x لها قوة ممكن 1 ممكن 2 ممكن 3 أو 4 ماذا سوف نفعل؟ مثال fx يساوي x قوة 3 أراد تكاملها نريد تكامل x قوة 3 dx ماذا سوف نفعل؟ نضيف للقوة 1 ونقسم على القوة الجديدة ولا ننسى السابت أي بعد الإصلاح x قوة 4 على 4 زائد c نأتي إلى المثال الأول x قوة 7 dx ماذا سوف نفعل؟ سوف نضيف للسبعة 1 تصبح x قوة 8 القوة الجديدة 8 زائد c هنا المتغير من؟ لاحظ على الطالب المتغير هنا x وليس p لذلك الآن هي سالب 10 بي أس أربعة x كأنها الحالة الأولى زائد c لا نغش ونقول ب قوة 5 على 5 لا الآن هنا في هذا المثال أوكي الآن ممكن الطالب بالنظر إليه قليلا يشعر أنه صعب قليلا لكن لا ممكن اختصار x من الأعلى مع x من الأسفل فيصبح لدينا تكامل الخمسة على ماذا؟ على x قوة 3 dx وأيضا هي نفسها تكامل الخمسة x قوة سالب 3 dx أوكي ممكن الآن رفع x قوة 3 للأعلى فتصبح سالب 3 الآن الخمسة باعتبارها مضروب يمكن خروجها خارج التكامل فيصبح لدينا خمسة تكامل x قوة سالب 3 dx أوكي ماذا يساوي؟ خمسة خارج التكامل الآن نضيف للسالب 3 واحد ماذا يصبح لدينا x سالب 2 ما هي القوة الجديدة سالب 2 ولا ننسى السابت إذن عزيزي الطالب إذا كان هناك عدد مضروب بدالي ممكن خروجه خارج التكامل أوكي مثلا نأتي إلى القانون الثالث من التكامل تكامل a على x dx لاحظ عزيزي تكامل a على x dx هي نفسها a بتكامل الواحد على x dx ويساوي a خارج التكامل ضرب تذكر عزيزي الطالب ما هو الشيء الذي لو اشتقيته يعطي واحد على x هو lin logarithm x بالقيمة المطلقة إذن القانون الثالث الآن ما هو تكامل الواحد على x حفظ ما هو تكامل الواحد على x أو البسط مشتق المقام إذا كان البسط هو اشتقاق للمقام نضع lin المقام مثلا مثال آخر تكامل الخمسة على x زائد واحد dx ماذا يساوي نخرج الخمسة خارج التكامل فيصبح لدينا واحد على x زائد واحد dx لاحظ عزيزي الطالب الآن أن البسط هو مشتق للمقام لذلك فورا نقول الإيجابي خمس يضرب lin المقام طبعا من شروط اللغارتم أن يكون ما بعده موجب لذلك تم وضع قيمة مطلقة ولا ننسى السابت لا ننسى السابت نأتي الآن إلى المثال الأول هنا نخرج السالب خمسة خارج التكامل فيصبح لدينا واحد على x dx ويساوي ماذا السالب خمسة لغارتم بالقيمة المطلقة للمقام زائد c هنا فورا هو lin u زائد c هو لغارتم u زائد c نأتي الآن إلى تكامل الدال للأسي تكامل الدال للأسي عزيز الطالب حسب القانون طبعا الدال للأسي ذاته الأساس طبيعي نضع الدال لنفسها بالبسط على مشتق الدال طبعا من الدرجة الأولى هنا الأمسية تأتي من الدرجة الأولى زائد من؟ زائد السابت c نطبق هذا القانون طلب مني تكامل دالة أسية ما الإجابي؟ هي نفس الدالة نفس الدالة على مشتق الأس ما هو مشتق الأس؟ ثلاثة ولا ننسى السابت c مثال آخر ما هو تكامل e سالب خمسة x زائد عشرة dx هو نفس الدالة على مشتق الأس ما هو مشتق السالب خمسة x زائد عشرة هو سالب خمسة ولا ننسى السابت c الآن الدالة الأسية ذاته الأساس عدد عدد موجيب ممكن ال-p هنا ممكن خمسة ستة سابعة وهكذا نفس القانون السابق ولكن نضع بالمقام لن الأساس نضع بالمقام لن الأساس شوف عز الطالب نعود ونكرر نفس المثال مثلا ما هو تكامل الثلاثة خمسة x زائد عشرة dx نفس القانون نضع الدال لنفسها ونقسم على مشتق الأس ما هو مشتق الأس؟ خمسة لكن هنا سوف نضرب بلن الأساس من هو الأساس؟ ثلاثة ولا ننسى السابق طبعا القانون هو نفسه لكن كان بالأعلى هنا لو وضعنا من هو الأساس؟ e لو قلنا لن e لن e هو واحد لذلك لا يكتب بالقانون لا يكتب لن e لكن لو اختلف الأساس عن e سوف نكتبه الآن نأتي إلى الحل المثال الأول هنا دال لأسية الكثير من الطلاب أيضا يخطئ بين الدال لأسي والبولينوميال دال لكثير الحدود الدال لكثير الحدود ال x هي الأساس مثلا نقول x قوة خمسة إذن القوة الأس هو عدد والأساس هو x لكن بالدال لأسي الأمور المقلوبة تصبح لدينا مثلا شو بعزي الطالب بولينوميال أي أن x قوة خمسة لكن الأسية هي خمسة قوة x أوكي هذه تعني الدال للأسية أوكي الآن ما هو تكامل الدال للأسية هي نفس الدالة على ماذا على مشتق الأس شو مشتق الأس هنا هو ثلاثة ضرب لين الأساس من هو الأساس هنا ثمانية ولا ننسى السابت نفس الشيء في المثال الثاني ما هو الدال لنفسه على من على مشتق الأس مشتقه سالب سالسة ضرب لين الأساس لين من هو الأساس الثمانية طبعا لين دوما الأساس موجب لأنه سوف يكتب ما بعد اللين يجب أن يكون موجب لين الثمانية موجب زائد سي نأتي الآن إلى تكامل قوس وله قوة وداخل القوس لينير طبعا القوانين تختلف ولكن في المنهاج من أبسط الأشكال للتكامل تكامل الآن دال لخطية لها قوة قوة 2 قوة 5 قوة 10 ما هو نزيد للقوة واحد ونقسم على القوة الجديدة ضرب مشتق داخل القوس شو مشتق داخل القوس هنا مشتق داخل القوس هو ضرب نأتي إلى المثال دالة خطية لها قوة أو قوس ما هو نكتب الدالة نفسها 2 X زائد 4 ونزيد للقوة واحد فتصبح سبعة على ماذا على القوة الجديدة ضرب مشتق ما داخل القوس ما هو مشتق ما داخل القوس دالة خطية من الدرجة أولى المشتق هو المعامل ضرب 2 طبعا بالتبسيط الآن نجد 2X زائد 4 قوة قوة على 14 ولا ننسى السابت سي الآن نأتي إلى بعض خواص التكاملات مثلا ممكن أن نكامل جزء جزء حد حد مثلا نلاحظ أنه لدينا هون تكامل دالتين دالة أولى ودالة ثانية ممكن نقول هو تكامل الدالة الأولى زائد أو ناقص طبعا فقط بالجمع أو الطرح تكامل ماذا الجمع أو الطرح للدالة الثانية ماذا لو كان عدد مضروب يخرج العدد خارج التكامل يخرج العدد خارج التكامل ليس هناك مشكلة ليس هناك مشكلة في أن يخرج العدد خارج التكامل إذا كان مضروب بالدالة جميع القوانين عزيز الطالب التي تم حسابها نلاحظ أن الرمز هكذا التكامل هذا التكامل غير محدد ماذا يعني غير محدد أي ليس له بداية وليس له نهاية أما الآن هنا يقول لي التكامل مثلا من خمسة إلى ستة للدالي كيف يتحسابه نحسب التكامل ثم نعوض النقطة العليا ناقص التعويض في النقطة السهلة أو النقطة الأقل الآن في خاصية أخرى التكامل ماذا لو كان التكامل من خمسة إلى خمسة الإجابة فورا صفر ماذا لو أردنا عكس حدود التكامل التكامل هنا من A إلى B ماذا لو غيرنا حدود التكامل من B إلى A سوف نلاحظ أن إشارة الإجابة نفسها ولكن مثلا بدل قيمة خمسة سوف نحصل على السالب خمسة طبعا الأي والبي هي أعداد ممكن تكون دوال ولكن ليست في المنهاج هنا فقط أعداد هنا فقط أعداد نأتي الآن إلى التطبيق هذه الخواص في الأمثلة مثلا طلب مني تكامل للاحظ حد 2-3 كيف يطلب إذن هو تكامل الحد الأول ناقص تكامل الحد الثاني زائد تكامل الحد الثالث طبعا DX DX المتغير DX نأتي الآن إلى الشرط ما هو تكامل الـ X X تربيع على 2 ما هو تكامل الـ X قوة 3 طبعا هنا سالب X قوة 4 على 4 طبعا لا ننسى هنا العدد 4 نضعه ضرب 4 سوف يختصر ولكن نضعه زائد ما هو تكامل العدد نضيف له X X طبعا خارج الجزر ولا ننسى الـ C ولا ننسى الـ C الآن في المثال الثاني طلب مني تكامل ولكن التكامل من 0 إلى 1 ننسى الآن الصفر الـ 1 نحسب بالدالة التكامل دالة تسمى F الـ X لنكامل الآن ما تكامل هذه الدالة هي دالة الـ C هي نفسها على مشتق ماذا؟ على مشتق الأوس طبعا الآن عندما يطلب مني حدود التكامل من 0 إلى 1 لا نضع زائد C الآن كيفية حساب التكامل من 0 إلى 1 نعوض مرة X بـ 1 ومرة بـ 0 ونطرح الإجابات أي أننا سوف نقول F الـ 1 F كابتل الـ 1 ناقص F الـ 0 يتم حساب هنا F الـ 1 مثلا من هي E 3 مضروبي بـ 1 زائد 5 على من؟ على 3 لنحسب F الـ 0 هي E 3 أس 0 زائد 5 على 3 القيمة الأولى نضعه هنا القيمة الثانية نضعه هنا وبينهما إشارة سالب نحصل على التكامل المعظم نفس الشيء الآن في المثال الثالث لدينا تكامل من 1 إلى 5 لدالة لنكامل ننسى الآن الـ 1 على 5 دالة التكامل تسمى F ما تكامل لـ 2X هي 2 X تربيع على 2 تختصر لـ 2 مع 2 نصبح لدينا X تربيع ما هي تكامل الـ 1 على X هو لن X ما هو تكامل الـ 1 نضع له X فيصبح X لا نضع الـ C الآن لنعوض الـ X بماذا؟ بأعلى قيمة لنحسب F عند الخمسة ونحسب F عند الـ 1 ونطرح ونحصل على الإجابة نحصل على الإجابة المطلوبة الآن أيضا في هذا المثال هنا تكامل من صفر السالب 2 نحسب F ما هو تكامل هذا الحد هو ثلاثة مضروب بـ X قوة ثلاثة على ثلاثة تختصر الثلاثة مع ثلاثة ويصبح لدينا X قوة ثلاثة ناقص ما هو تكامل العدد السابت نضيف له X الآن أيضا عزيز الطالب ماذا سوف نفعل سوف نحسب عند F السالب 2 F capital عن من السالب 2 و F عند الصفر ونطرح أو ممكن أو ممكن ماذا نغير حدود التكامل تصبح من سالب 2 إلى الصفر ولكن الإجابة سوف تكون الإجابة المطلوبة سوف نضربها بسالب 1 نأتي الآن إلى المثال الرابع والأخير تكامل X من هي F capital هي X تربية على 2 لماذا لأنه تكامل X الآن نكتب C الآن لنحسب F عند أعلى نقطة عند 2 ماذا تساوي 2 للتربية 4 على 2 و يساوي 2 لنحسب عند من عند السالب 1 و يساوي سالب 1 للتربية هو 1 على 2 إذن التكامل المطلوب من سالب 1 إلى 2 لل X DX هو 2 ناقص نصف والإيجابي 1 نصف أو 3 على 2 والسلام وعيكم ورحمة الله وبركاته 1 رحمة الله 2 1 2 3 2 3 3 4 5 6 6 6 10 10 11 11 12 شكرا